دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة مارشا بولي تيكنيك الإيطالية كشفت أن النوم يشكل عنصراً مهماً لتنظيف الخلايا الدماغية وأن عدم إغلاق العينين لمدة وفية يؤدي لمشاكل من بينها طرد الخلايا العصبية الصحية كشف رئيس الفريق البحثي دكتور مايكل بيليسي عن تمكنه مولي أول مرة من إظهار أن أجزاء من نقاط الاشتباك العصبي تتآكل تماماً من قبل خلايا أخرى في حال فقدان النوم فيما أكد فريق البحث أن نقاط الاشتباك العصبي تتآكل بسبب قلة النوم وأن تدمير بعض الخلايا العصبية في دماغ الإنسان يرتبط بشكل كبير في الإصابة بمرض ألسهايمر ما يعني في النهاية أن قلة النوم تسبب أضراراً للدماغ من بينها الإصابة بالسكتة نتيجة الدراسة هذه جاءت بعد أن قام الأطباء بإجراء بعض البحوث السريرية والتي رصدت تأثيرات النوم على الدماغ إذ ربطت الأرق وعدم النوم المنتظم بتآكل الخلايا في الدماغ والتسبب أضرار كبيرة لها فقد بيّنت أن الحرمان من النوم لمدة ثماني ساعات يسهم في خفض الخلايا النجمية المسؤولة عن حماية الخلايا العصبية أما الأرق يخفض من الخلايا النجمية بنسبة تصل إلى 13.15% ما يعني أن الشخص كلما تم حربانه من النوم أكثر فقد من هذه الخلايا المهمة بنسبة أكبر وبالتالي قد تموت الخلايا الدماغية ويتلوف الدماغ نتابع هذا الموضوع بشكل قريب معنا استشاري أمراض الدماغ والأعصاب الدكتور هيثم دبابني صباح الخير دكتور صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك معنا شكراً لك شكراً بداية يعني نتابع التقرير خطر عبالي سؤال دكتور ماذا يحدث للدماغ أثناء النوم؟ بنام؟ بنام بس مش كمبليتلي بس وبنام الدماغ تمام هلا في عنا بطارية زي كيف بطارية القلب تمام بتعطي كهراء للقلب عشان يضل القلب ينبض نفس الشي في بطاريتين في الدماغ بسموهم الثلمس وفي عنا كمان بجذع الدماغ برضو بطارية متصلة فيهم فهدول البطاريات بيخلوا الدماغ صاح إلى إشي بسيط بس لازم الدماغ يرتاح لأن الدماغ يرتاح هدول البطاريات ما بنعيشوه اليوم الثاني تمام فهل بنام من مرة صفر؟ لا في البطارية شغالة بس بتكون على الصامتة يعني الصامتة هلا إذا ما كانوا عم بيشتغلوا البطاريات ما نعطوا الإنسان بحالة وفا نعم موت دماغي يعني مش موت دماغي نحن كومة كومة نعم ليش بيصير واحد بكومة؟ لأن هدول البطاريات بناموا لما يكلوا الدماغ ضربة هل هي نتيجة حادث نتيجة سكتة دماغية الاستجابة تبعة الدماغ بكثرة النوم أنا مشوف المرضى بالآي سيو قضوها نوم 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 اللي خاصة بيصيبهم جلطة دماغية نعم ارتجاج دماغي من حوادث أو أي شي تقضي وقته نايم هذا ليش؟ هذا الرسبونس سبع للدماغ أو الاستجابة تبعة بطاريات الدماغ إنهم ببطلوا يعطوا أوامر عالية بالصحيان للدماغ خلينام عشان خلينام عشان يرتاح نعم بالضبط طيب لما بنام الإنسان الدماغ بنام تقريبا زي ما حكيت إلا بعض الأمور بتظلها شغالة كم يعني ساعة باليوم يفضل أن يرتاح الدماغ وينام الإنسان هو حسب الجهد البدني اللي ببدله الإنسان نعم بس الروكمنديشن أو التوصيل العالمية بين 6 إلى 8 ساعات لازم الشخص يقوم مرتاح كمان يعني ممكن حدا يدخل على التخد وينام 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات نعم بس ممكن يصحى مش متنشط ثاني يوم هون في مشكلة نعم ما منعرف هل هي مشكلة إلها علاقة سليب أبنيا إلها علاقة أنه نوم متقطع نتيجة أسباب أخرى درجة حرارة الجو حواليه يعني فيه كثير أسباب ممكن يتأثر على طبيعة النوم والكواريتي تحت النوم نعم فالنوم بيخلي دماغي يخزن طاقة لحتى يقوم بأعماله باليوم التالي نعم ويعمل يعني زي تصحيح هلأ الخلايا عشان ما تموت لازم يصير فيها عملية انتعاش ترميم ترميم للدماغ فهذا الترميم الدماغ بيأخذ وقته فيه خلال النوم خلال النوم نعم طيب الناس اللي ما بتنام رح يأثر عليها بشكل سلبي مثل ما تحدثت الدراسة وقالت بأنه ممكن يصير فيه سكتار دماغية من قلة النوم نعم فعليا هاي دراسة صحيحة وكم بالمية ممكن يكون الضرر من قلة النوم نعم صحيحة هلأ فيه مرض إلو علاقة بجنون البقر بزمان اكتشفوه نعم بيصير عند المريض عدم نوم شو بيصير في المريض بس ينصاب فيه هذا المرض نوع من أنواع جنون البقر نعم بس ينصاب فيه بيدلو صاحي لمدة ثلاثين يوم أو أربعين يوم بس بتوفى بعدها بيقدرش ينام من مرة هذا مرض معروف يعني وبتوفى نتيجة أنه الدماغ أنهك خلال هاي الفترة نعم هلأ بالنسبة للدراسة الطبية هاي هاي دراسة عملوها على فوق الواحد وثلاثين ألف شخص هذول الواحد وثلاثين ألف شخص ما عانوا من جلطات دماغية الواحد وثلاثين ألف شخص قسموهم لجروب هلأ المهم طلعوا عليهم كرس لفترة 18 سنة بالـ 18 سنة طلعوا على طبيعة النوم بتاعت المرضى أو الأشخاص بلاش نحكي مرضى هذا لأنه مش مرضى صاروا مرضى بعدين طبيعة النوم بتاعتهم شعور بالارتياح بعد ما يصحهم النوم اطلعوا على هل بينام بسهولة وهل بينام لفترات طويلة ولا لا هذول الأشياء كلهم اطلعوا عليهم وعملوا سكور عملوا زي أرقام علامات علامات لطبيعة النوم لكل شخص سألوها الأسئلة وأعطوها بوينتز هلأ اللي كانوا الوينتز سابونهم بين الخمسة إلى تمانية أعطوها تمانية بوينتز من 0 إلى 8 اللي كانوا بين بين الخمسة إلى تمانية وعمرهم تحت الخمسين هذول أكثر ناس كانوا عرض رجلطات الدماغية نعم من الأشخاص اللي كانوا بهذه السادي بهذه الدراسة وشغلة مهمة أنه نحكي هذول الأشخاص عمرهم ما صابتهم جلطة دماغية يعني لما دخلوا الأشخاص بالدراسة الواحد وثلاثين ألف شخص كانوا أصحاء مية بالمية أصحاء مية بالمية نعم واللي درسوهم وشافوا أنه في عنا تقريباً ثلاثة إلى أربع أضعاف زيادة بالجلطات الدماغية بالأشخاص اللي عندهم اضطرابات بالنوم طيب دكتور الدراسة كمان بتقول بأنه قلة النوم أو الأرق والقلق اللي بيصير بفترة النوم بيأثر على الدماغ بأنه بيصير فيه تآكل بمناطق الدماغ كيف بيصير هذا التآكل؟ هلأ اللي حكينا عنه أنه الدماغ بيحتاج لفترة أنه ينام عشان يعمل ريبير عشان يسعمل زي معالجة للخلايا في الدماغ نقدر أنه التروية يعني برضو التروية بالجلطات الدماغية هلأ كيف بيصير جلطات الدماغية على أغلب إلها علاقة أخرى أنا بتخيل العلاقة ما منعرف شو السبب بس بتخيل العلاقة إلها دخل قلت أنه ممكن تعمل ارتفاع ضغط ممكن تعمل مشاكل واضطرابات بالقلب ممكن تعمل جلطات قلبية ممكن تعمل تزيد خطورة السكر عند الأشخاص والضغط فهذه العوامل كلها ممكن يتأثر على الدماغ طب كيف بيصير تآكل الدماغ دكتور؟ التآكل بيصير من عدم وجود النظام اللي بمنع إنه الخلايا ضلها عايشة فالخلايا بيصير تموت هلأ الريبير مش اتفقنا إنه الواحد إذا نام كويس بيصير في عنده ريبير سيستم التصحيح للخلايا هاي الخلايا إذا ما تصححت بتموت بعد فترة حتموت زي كيف بيصير مع مرض البريونز هذا جنون البقر نعم في مرض منهم لأنه شخص ما بينام بيصير فيه تآكل بالدماغ وبموت وإذا ما بينام من مرة من هانا إلى ثلاثين أربعين يوم بيكون نويت والتآكل بالدماغ عادة أسبابه من أسبابه قلة النوم ولكن شو في أسباب أخرى بتأدي للتآكل الدماغ؟ نعم الجلطات الدماغية لدينا ممكن بعض الأمراض زي الصحايا الإصابات الحوادث ممكن يعمل تراوما النزيف الدماغي كل هاي الأشياء ممكن تعمل دمج في الدماغ وكل هاي الأشياء الخطيرة النوم قلة النوم ممكن تكون من ضمنها نعم طب دكتور شو بتنصح الناس اللي عندهم هاي المشكلة اللي بيحسوا حالهم ما بيناموا بشكل كتير كبير أو ممكن يناموا زي ما تفضلت ست أو ثمان ساعات ولكن ما بيناموا فعليا ما بوصلوا للنوم العميق ما بيشعروا بالانتعاش هلأ فيه بنقدر نعمل لهاي هاي هالطول الأشخاص نعم الدراسات سليب الصلي دراسات للنوم لكل شخص على حدة آآ فيه بعض المستشفات بروح على بيوت بيعملوا دراسة للنوم ببيت والشخص بيتاخته بحطوله هالأجهزة الأجهزة بتراقب التنفس بتراقب تخطيط الدماغ يعني كثير أشياء بتراقبها والعوامل الحيوية ومنشوف الشخص شو سبب قلة نوم هلأ فيه ناس بسبب قلة نوم هم قلق القلق هذا ممكن أن نعالجه فيه ناس عندهم مشكلة بالتنفس بتلاقيه بيختنق بالنوم اختناق في النوم برضو إلو حل طبعا نعم فيه جهاز تنفس خاص بنحط لبعض الأشخاص اللي هم بسموه سيبا هذا بعالج 80-90% من حالات اختناق النوم نعم فبيقدر يكون فيه إلو علاجه وبالتالي بيقلل من نسبة طبعا السكتة الدماغية طب دكتور هل بفرق يعني بفرق مع الدماغ أو الدماغ بيعرف أنه والله هذا الإنسان نايم الصبح مش بالليل وأنا بدي أنام بالليل يعني هل فيه وقت معين أفضل من وقت آخر للنوم بالنسبة للدماغ ولا هو نوم بالآخر هل هو تعويد بس المهم كيف الجو بالغرفة هل بيساعد على النوم ولا لا نعم يعني لازم يكون الغرفة مظلمة إذا بد ينام بنهار لازم ما يكون فيه أي إضاءة أي إشي يخرب ويعطي للنوم يرفع الكورتزون للجسم لليش الواحد يصحى يعني إذا أنا متعود أنام كل يوم على الساعة 10 بالليل وأصحى على 6 الصبح على الساعة 4 البيولوجيكا لك لوك تبعتي بتفرز الكورتزون تمام خليني أصحى أوكي قبل ما أصحى بساعة أو ساعتين عشان لو ما أصحى أصحى نرشيط هلأ إذا ما بنامي كويس هاي اللي بيولوجيكا لك لوك بتخرب بتبطل طعتي كورتزون كفاية فكله بأثر سؤال أخي دكتور القيلولة تعتبر من الساعات النوم المهمة للدماغ القيلولة ما عليها دراسات معينة لا ما عليها دراسات إنه هاي مفيدة ولا لا بس كثرة النوم بـ ممكن تعمل مشاكل زي الجلطات القلبية والدماغية كمان مش بس قلة النوم يعني دايما خير الأمور الوسط شكرا دكتور كان معنا استشاري أمراض الدماغ والأعصاب دكتور هايثم دبابدي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك دكتور يعطيك الحافظ شكرا لك